بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك علاقة اكتشفت حديثا بين ظاهرة الكذب التي كثرت اليوم وبين الدماغ وبين القلب دعوني أتأمل معكم اليوم ماذا يقول العلم الحديث وكيف أشار القرآن إلى هذه العلاقة المعقدة تؤكد تجارب الجديدة أن المعلومات التي يختزنها القلب هي معلومات حقيقية صادقة ولكن مركز الكذب يقع في أعلى ومقدمة الدماغ وهكذا فإن الإنسان عندما يكذب بلسانه فإنه يقول عكس ما يختزنه قلبه من معلومات والغريب أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة الواضحة تماما قال تبارك وتعالى عن أولئك الكاذبين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سبحان الله فاللسان هنا يتحرك بأمر من مقدمة الدماغ وهي الناصية ولذلك وصف الله تبارك وتعالى الناصية بالكذب قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة سبحان الله والسؤال أيها الأحبة من الذي أخبر حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن مركز الكذب في الناصية ليقول لنا ناصية كاذبة خاطئة وأخبر بأن القلب يختزن معلومات صادقة ليقول لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله إن هذه الآيات لتشهد على صدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق